اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين سيما امام زماننا وولي امرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من انصاره واعوانه والممتثلين لأوامره الحب والوصال برنامجنا الحب والوصال نحن ندعي ان نحب امام زماننا ومتعلقون به ونريد الوصال به فهل يمكننا ان نتصل بامام زماننا كيف نتقرب اليه هل نحن نذهب اليه او هو يأتينا هو يأتينا او نذهب اليه عندنا تحليل بسيط لقصة الحاج علي المغدادي الحاج النوري رحمه الله استاذ شيخ عباس القمي خاتمة المحدثين هذا العالم النحرير في احاديث اهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقول في كتابه جنة المأوى لو لم يكن غير هذا غير هذه القصة في كتابي لكفاه شرفا كتابي كان يتشرف شرفا عظيما وكبيرا بهذه القصة قصة الصفي الحاج علي البغدادي ادرك المرحوم الحاج النوري صاحب القصة حاج علي البغدادي ادركه الحاج النوري رحمه الله من هنا يبدأ بنقل القصة القصة فيها معالم الغرض من القصة ان نقف على جزء من معالمها القصة طويلة بمقدار ما يسعنا الوقت نتحدث عنها حاج علي البغدادي من الاعيان ومن التجار وعند معمل نسيج ذاك الوقت في بغداد عند معمل نسيج يشتغل بالاقمشة بصناعة الاقمشة حاج علي البغدادي من الرجال الملتزمين المتدينين ملتزم بالزيارة وبإعطاء الحقوق الشرعية وبمساعدة الفقراء وأمثال ذلك التفت إلى جزء مبين ومهم من هذه القصة حتى تشوف حاج علي البغدادي كيف يتصل بالإمام الحجة يقول حاج علي البغدادي كان في ذمتي ثمانين تومان بزمان الشيخ الأنصاري ثمانين تومان هوية كانت يقول أعطيت ثمانين تومان من الخمس في ذمتي رحت للنجف أعطيت عشرين تومان للشيخ الأنصاري وعشرين تومان للشيخ محمد حسن الشروقي وأعطيت عشرين تومان للكاظمي للشيخ محمد حسن الكاظمي وأبقيت عشرين تومان أوصلها للشيخ محمد حسن آلياسين جد الأسرة الطيبة آلياسين جدهم يقول أعطيت هذه الحقوق في النجف ستين عشرين في زائد عشرين زائد عشرين بقى في ذمتي عشرين فكان يوم خميس ذهبت إلى الكاظمين لزيارة الإمامين صلوات الله عليهم عرّجت في طريقي إلى الشيخ محمد حسن آلياسين كل المبلغ ما كان معي شطر المبلغ معي نصف المبلغ ويايا كلما كنت مودي فأعطيت شطر من المبلغ للشيخ محمد حسن آلياسين هذول اللي ذكرناهم كلهم مراجع أعطى أمواله لكل المراجع لجميع المراجع أعطاهم حقوق شرعية يقول ألح علي جناب الشيخ محمد حسن آلياسين أن أبقى عند قتل لا مولانا ما أقدر أريد أرجع يوم خميس العصر أحاسب عمالي العمال عمالي ليشماغ ويشتغلون بالمعمل ذول ينتظرون يوم الخميس العصر أريد أوصل نفسي إن شاء الله بل كتوصل نفسي حتى أروح هناك إلى بغداد أرجع ودعت الشيخ ورجعت إلى بغداد في طريقي توصدت الطريق نص الطريق تقريبا أنا قطعته وصلت إلى مكان رأيت من بعد فرد سيد محترم دايجي وعليه شال أخضر وفي وجنته وفي خده وفي وجهه شام سوداء كبيرة سيد جميل لطيف كان يمشي في المسير الثاني يعني كان يمشي على يمين المسير مخالف لي وأنا دا أمشي على مسير ثاني مخالف يعني ودا يجي إلى الكاظمين أنا دا أروح إلى بغداد فعبر من ذاك الصوب شفت عبر أرفت ماكو أحد غيري قاصدني يسلم علي فإجي عبر على الطريق فتح باعه بسط ذراعه وضمني إليه وقال لي حج علي السلام عليكم كيف صحتك وينت يقول لي عرفت يعرفني أعرفت هذا السيد يعرفني بس أنا ما أقدر تستحضره لأن يعني مو رياء وإنما في نفسه فكر الحج قال لي أنا أنا أساعد السادة هواية سهم السادة وزع السادة أساعدهم فالظاهر يمكن هذا من السادة اللي أساعد يعرفني فسه بالشهر الطيب السنة أنطي شنو أنطي ما أدري بس أدري بيعرفت أنه يعرفني وبإسمي ناداني فضمني إلى صدره وسلم عليه قال لي هتجعلي وين تروح اليوم خميس والآن عصر الخميس وليش ما تجي نرجع إلى الكاظمين نزور الإمامين موسى بن جعفر والإمام الجواد صلوات الله عليهما قلت سيدنا مولانا أنا زرت الكاظمين وإجيت والآن أريد أروح عندي معمل يشماغ لازم أروح معمل نسيج لازم أروح ألحق عليه خاف العمال كذا يحتاجون شي ألحق عليهم أطيهم الأسبوعية مالتهم كأنه عرف أنا بهذا الطريق اللي دائم شي ما ألحق ما أوصل قال لي لا إذا ترجع للكاظمين أحسن لك لأن هذا الطريق ما تقدر بعد لأن العصر كان يمكن أن العمال مخلصين على ما أروح يصير المغرب رايحين ما ألحق عليهم فطلب مني قال ارجع وياي أنا شفت يصر علي أرجع معه وعليه سيماء المتقين رجل طيب سيد محترام قلت لم يخالف طاوعته أنا اللي المرجع الشيخ محمد حسن آلي آسين أصر علي على البقاء مقبلت شو هذا من قل طاوعتني نفسي إليه طاوعته وقبلت منه التفت إلى الأشياء اللي يصير حتى ما نذكرها مرة ثانية ونحللها هي الآن إحنا ودا نمشي تتضح معالمها أمشيت بالطريق بالطريق رجعنا إلى الكاظمين أنا ودا أمشي فأول مطلب المطلب الأول قال لي ما تحب ترجع للكاظمين تزور حتى أشهد لك عند جدي بأنك من الموالين أشهد لك عند جدي أمير المؤمنين بأنك من الموالين ما تريد أشهد لك ثم قال مقطع من الآية واستشهدوا شهيدين شاهدين لازم تأخذون أنتو إجبالي أنا قايل للمرجع الشيخ محمد حسن آل ياسين أن يشهد لي في رقعة أضعها في كفني بأني من الموالين ذكرني قال لي إحنا نصير اثنين أنا أشهد لك واستشهد شهيدين والشيخ محمد حسن يشهد لك نصير اثنين قلت سيدنا مولانا تريد تشهد لي وأنت لا تعرفني خلي ده أكرر ببالك خلي معي في القصة حتى تشوف مجريات الأمور قلت له سيدنا مولانا كيف تشهد لي وأنت لا تعرفني قال كيف لا أعرفك وأنت أديت حقي شلون ما أعرفك وأنت أديت حقي قلت له وأي حق يا حق هذا مولانا قال أديت حقي للشيخ محمد لوكيلي أديت حقي لوكيلي الشيخ محمد حسن آلياسين يقول يقول إجبالي يقول وكيلي هو مرجع ذاك شون يقول وكيلي عنه قلت ها باعتبار المرجع وكيل السادة والفقراء بهذا الاعتبار يمكن دا يقول قلت عطائي مقبول قال إيه واصل قلت لسيدنا انجريت في الحديث انفتحت وياه قلت لسيدنا أنا ستين تومان مطي للمراجع في النجف للشيخ الأنصاري والشيخ الشروقي والشيخ الكاظمي ذولا أنا كل واحد عشرين مطيهم قال نعم هؤلاء وكلائي وصل مقبول زين هذا مرحلة من حديثي معه اجبالي أشياء بس أنا ما افتهمت المسألة شنو فأخذنا طريق الرجوع إلى الكاظمين قمنا نرجع اجبالي أسأل بعض الأسئلة قلت له سيدنا هذا شيخ عبد الرزاق يكثر من الصلاة والصيام برجب شعبان ما أدري شنو يصوم ويكثر من الذهاب إلى الحج والعمر بذاك الزمان صعوب السفر يكثر من الذهاب للحج والعمر وهو كما تعلم يعني هو ما عند ولاية أمير المؤمنين هل له شيء قال لا شيء له الأعمال مشروط قبولها بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه من دونها لا تقبل هذا المطلب المطلب الآخر يعني شوف الدرج وياي في بعض المطالب لأن أنا القصة كلها ما أقدر أذكر بعضها حتى أعلق على جزء منها الشيء الثاني اللي سألته قلته مولانا في سنة 1269 سنة 1269 بذاك الوقت أنا رحت إلى مشهد مع جماعة من العراق رحنا إلى زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام زين فهل كما يقال ها التفت لهذا سألة عن حديث فهل كما يقال أن الإمام الرضا الغريب صلوات الله عليه غريب خراسان السلام عليك يا غريب الغرباء هل يأتي هل صحيح في الحديث أنه يأتي لزيارة زائريه في القابر قال نعم بل حديث صحيح هذا يأتي لزيارته في القابر أهمية زيارة الإمام الرضا خليها ببالك سألت قلت لمولانا صديق اللي كان ويايا زيارته مقبولة قال زيارتك مقبولة زيارتهم مقبولة أكو جماعة عندنا ويانا بالسفر شباب بس ذول ملتهين بالله واللعب صحيح مقصدهم زيارة الإمام الرضا بس بالطريق يلعبون ما أدري يلعبون دومنا يلعبون أشياء محيبي ما أدري شنو يلعبون من هاللعب هذا يا بي أنتو تصومون تصلون شهر رمضان غير شهر رمضان ليش نلتهون باللعب قلت لمولانا ذول زيارتهم مقبولة سكت عني فأعدت القول مولانا سمعت سألتكم عن جماعة أعرض عني ما قبل يجاوب يعني لو كانت الزيارة مقبولة لأخبرني لأن ذول كان يلتهون بالله واللعب موم عيب واحد يروح يزور الإمام الرضا وفي الطريق يلعب قمار يلعب دومنا يلعب هالسوال في المكسرة موزينا متليق بالمؤمن الإمام زين خليك قلت له مولانا فالسؤال آخر عندي ايه قلت له ما ينقل عن سليمان الأعمش في الكوفة كان سليمان الأعمش ما ينقل عنه بأنه كان عند جيران وهذا جيران كان ضد زيارة الإمام الحسين وفد ليلة من الليالي اتباح ثويا فوجده ناصبا اتأذى منه فنص الليل طلع علي يروح له نص الليل طلع علي يروح له لقاء ما هو سأل زوجته وين قالت له قام نص الليل راح إلى زيارة الإمام الحسين يقول اركضت ورا رحت لزيارة الإمام الحسين نص الليل اطلعت وصلت لقيت هناك قلت لها اش عدك انت مو انكرت زيارة الإمام الحسين قال رأيت هودجا نازلا من السماء قلت من فيه قال السيدة فاطبة بنت محمد صلى الله عليهما وآلهما وخديجة امه خديجة الهودج الثاني فيه رسول الله وامير المؤمنين قلت زيان رأيت من الهودج اللي فيه فاطمة ينثر اوراق هاي الاوراق تنثر مكتوب عليها امان لزائري ابي عبد الله الحسين ليلة الجمعة امان من النار تنثرها فاطمة شفت هذا من المنامات الصادقة بطلت عن عقيدتي ما اكو زيارة او امثال ذلك الكلام طويل بس ما اقدر اختصره قل مولانا رواية الاعمش هاي صحيحة قال صحيحة تعقيبات فتبين بعد ذلك ان شاء الله القسم الاخر من القصة اذا لحقت انقل فيما بعد التعقيبات اللي عدنا على هذه القصة اولا بعد القصة تبين له انه الامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف قال ذول العلماء وكلائي يعني لازم تحترموهم تقدروهم وكلائي ذوله هذا اولا ثانيا حسه على اعطاء الحق قال هذا حق والسلطة يعني الحقوق الشرعية لابد من ايصالها هذا الامر الثاني الامر الثالث حسه على الزيارة ليلة الجمعة الامر الاخر حثه وبين له فاضل زيارة الامام الرضا واخيرا كما رأيت فاضل زيارة ابي عبد الله الحسين صلوات الله عليه ليلة الجمعة ومن خلال هذه القصة عرفت ان الشباب اللي ملتهين بالله واللعب هذول الامام ما راض عنهم الامام يرضى عن من يتوجه حج علي بغداد ما راح يدور على الامام الحج الامام الحج اجاث الطريق والامام الحج عانق الامام الحج كتب له شهادة قال اكتب لك شهادة عند جدي اشهد لك بانك من الموالين فلابد اذا ندعي الحب والوصال لامام زماننا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة مودتنا باعتبار اتباع ما يقربنا الى امام زماننا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اوسع منهجه واقضي حوائجه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة